تستعد مدينة العالمين الجديدة لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بالعديد من الفعاليات المختلفة التي تستهدف جذب ملايين السياح والزائرين للمدينة وبدأت الاستعدادات بإطلاق فاعلية باراموتور وهو نوع من أنواع الطيران الخفيف الذي يستهدف عشاق الطيران وسط أجواء مدينة العالمين الجميلة وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في التفاصيل لديك نهاية لك يوسف ولكل المشاهدين نحييكم من مدينة العالمين الجديدة وتبدو الأجواء على أتم الاستعداد لبدء النسخة الثانية أو انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين سواء كانت هذه الأجواء هي المتعلقة بأجواء الطقس الجميلة في مدينة العالمين الجديدة مع الهواء ومع البحر والأبراج وشكل مدينة العالمين الجديدة أو حتى مع الفعاليات التي بدأت الفعاليات في الاستعداد بإطلاق البروموتر وهو نوع من أنواع الطيران الكفيف وهي متعة لكل عشاق الطيران في السماء وسط كل هذه المناظر الجميلة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية به عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات المختلفة نتحدث عن مهرجان الترفيه وهو الخاص بالجناء وسيستضيف عدد كبير من فناني ومطربي الوطن العربي ومصر وأيضا فيما يتعلق بمهرجان نبتة الخاص بالأطفال وسيكون هناك أنشطة كثيرة خاصة بالأطفال والأسرة بالإضافة إلى مهرجان المصرح عدد كبير من المصرحيات بمشاركة عدد كبير من الفنانين بالإضافة بالطبع إلى مهرجان الطعام ومهرجان الثقافة الخاص بوزارة الثقافة سيكون هناك عدد من الفعاليات في المدينة التراثية التي استعدت لاستقبال كل الزوار في النسخة الثرية لكن دعوني أتحدث عن الألسمة المميزة في مهرجان العالمين وهو التنوع دائما تحرص الشركة المتحدة على التنوع في هذه الفعاليات المختلفة وأيضا حرصت الشركة المتحدة للكدمات الإعلامية على وجود شاطئ خاص لأهالي مدينة العالمين الجديدة هذا الشاطئ يكون بالمجان بالإضافة بالطبع إلى سيكون هناك بعض التذاكر المجانية لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة بالإضافة أيضا إلى مشاركة الشركة المتحدة للأشقاء الفلسطينيين بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى أن وجود عدد كبير من الفعاليات في الفترة الصباحية نظرا للمشاركة في حملة ترشيد الكهرباء بالإضافة أيضا إلى أننا نتحدث عن أن الشركة المتحدة تحرص على التنوح حتى في الفعاليات الفنية بوجود كل الأذواق التي تناسب الفئات العمرية المختلفة من الفنانين المختلفين لكن دعني يوسف أتركك مع هذه الصور الخاصة بالبروموتور الخاصة بهذه الفعالية التي نتحدث عنها فعاليات البروموتور والتحليق في سماء مدينة العالمين الجديدة هي فعالية مهمة وفعالية أيضا نرى التحليق في سماء مدينة العالمين الجديدة وسط هذه الجمال البحر وأيضا الأبراج والمدينة السحرة وهي مدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى هذه المنطقة التي نتواجد بها على يميني الساحة التي تستعد لانطلاق الألعاب الرياضية المختلفة نتحدث عن البدل نتحدث عن كرة الطائرة وكرة الصلة نتحدث عن فعاليات رياضية كبيرة ستأتي خلال الأيام القادمة وأيضا بها كل العشاق وكل الزائرين لمدينة العالمين الجديدة أخيرا أيضا سيكون خلال ساعات حفل الفنان محمد مونير في مارينة أو العالمين أرينا وبالطبع هناك عدد كبير من عشاق الفنان والكينج محمد مونير يستعدون لحضور هذه الاحتفالية فنحن بالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات المختلفة للمدينة السحرة وسط الأجواء السحرة في مدينة العالمين الجديدة تحياتي لك زميل محمود جميل من القاهرة وأنت في هذه الأجواء الجميلة التي أشرت لها من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك